السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزيزي الثلاميذ في حصة أخرى من حصص علوم الحياة والأرض والتي نتناول من خلالها تصحيح الامتحان الوطني للبكالوريا نبدأ الآن بالتمرين الأول نبدأ دائماً بقراءة المعطيات لإبراز دور كل مناق من انقسام الاختزال والإخصاب في الحفاظ على تبات صيغة صبغية وتنوع المظاهر الخارجية عبر الأجيال نقترح ما يلي أولاً تمثل الوثيقة الآتية دورة نمو نبات سيراجينال الذي يعيش في البلدان الدافئة ويشبه نبات صرخص فجاغ يظهر خلال فترة النضج في قاعدة أوراق السنابل التي توجد بالجزء العلوي لنبات سيراجينال نوعان من الأكياس البوغية أكياس بوغية صغيرة أواحد وأكياس بوغية كبيرة أاثنان تعطي الخلايا الأمتنائية صيغة صبغية بكل من الكيسين البوغيين أواحد وأاثنان على التوالي خلايا أحادية صيغة صبغية أواحد وأاثنان هذه الخلايا تنمو داخل غشاء ساميك بالتربة الرطبة وتعطي بدورها على التوالي المشيرات مشيرات B1 و B2 تحرر هذه المشيرات B1 خلايا تنائية الصوت داخل قطارات مائية موجودة على سطح التربة نحو المشيرات B2 وتلتحم مع الخلية B2 معطية الخلية C تتعرض الخلية الناتجة عن هذا الاتحام إلى انقسامات غير مباشرة متتالية داخل المشيرات B2 لتعطي جانينا B2 لتعطي جانينا يعيش في بداية تطورها على حساب هذه المشيرة التي تتلاشى بعد تشكل نبتة فاتية تتطور لتعطي نبات سيلاجينال جديد نقرأ الآن الأسئلة ما هو مطلوب مننا؟ أولا حدد معللا إجابتك الظاهرة البيولوجية التي تحدث على مستوى كل من الكيسين البوغيين A1 و A2 من جهة وعلى مستوى المشيرات B2 من جهة أخرى ثم السؤال الثاني أنجز رسما تخطيطيا للدورة الصبغية لهذا النبات محددا نمطا إذا نبدأ الآن بداية بالسؤال الأول نحاول أن نجيب عن السؤال مطلوب منه هو حدد الظاهرة البيولوجية التي تحدث ما الذي يحدث على مستوى A1 و A2 نرجع عزيزي الثانميد هنا إلى النص لاحظوا أنه على مستوى الكيسين البوغيين A1 و A2 تحدث ظاهرة تم وصفها نشير هنا أنه تعطي الخلايا الأم التنائية الصبغية بكل من الكيسين البوغيين A1 و A2 على التوالي خلايا أحادية الصبغية إذن هذا يشير يدل على أن هناك ماذا؟ اختزال صبغي يعني انتقال من الصبغة الصبغية الثنائية إلى الصبغة الصبغية الأحادية يعني طاهرة الإنقسام الاختزالي ماذا كذلك؟ على مستوى المشيرة ماذا يحدث؟ على مستوى المشيرة بإثنان لاحظوا أنه نحو المشيرة بإثنان تلتحم مع الخالية بإثنان إذن بإثنان التي قلنا عنها تحمل ثنائية الصوت يعني أنها بمثابة بإثنان أنها بمثابة ماشيج دكاري يتنقل على مستوى الماء نحو المشيرة بإثنان يلتقي بالخالية بإثنان التي تشكل ماشيج الأنتوي لتعطي خاليات إذن هناك التحام خليتين لتعطي خالية سي يتعلق الأمر بماذا؟ التحام خليتين يعني حدود ظاهرة الإخصاب إذن لاحظوا نرجع إلى المعطية الأولية ونركز كذلك في الوثيقة لنتوصل إلى الجواب يعني السؤال ماذا نكتب؟ نكتب أنه على مستوى الكيسة البغيين A1 و A2 الإخصام الاختزالي لماذا؟ لأنها خلايا أمتنا يتصغصبية تعطي خلايا أحادية سيغصبية ماذا كذلك؟ على مستوى المشيرة بإثنان قلنا على أنه حدث التحام بين المشيج الذكري بواحد والمشيج الأنتوي بإثنان بواحد وبإثنان يعني ظاهرة الإخصاب ونشير إلى ذلك تم التحام المشيجين الذكري والأنتوي هذا فيما يخص تحديد الظاهرتين البيولوجيتين الآن ننتقل مطلوب مننا في السؤال الثاني هو إنجاز ماذا؟ إنجاز دورة صبغية لهذا النبات محدداً نماط إذن نحتاج إلى تحديد هذا النبات إذن نرجع إلى نفس الوثيقة نتذكر على أن هناك هذا النبات تحدث على مستوى القسام اختزالي يعني أنه تنائي الصغة الصبغية يعطي أبوار أحادية الصبغية هذه الأبوار تعطي بنيات مسؤولة عن إنتاج ماذا؟ عن إنتاج أمشاج إذن هذا نسميه نبات ماشيجي وهذا يسمى نبات بوغي لأنه ينتج أبوار أحادية الصغة الصبغية إذن لكي ننجيز الرسم التخطيطي سنبدأ بداية على أن هنا كان أصل عبارة عن بيضة تعرضت لمجموعة من القسامات أعطت نباتة تنائي الصغة الصبغية يسمى نباتة بوغية إذن ننطلق بالرسم أولاً نرسم هذا هذه الدائرة عبارة عن بيضة تنائية الصغة الصبغية أول يسمى منصف ثم انقصام ثاني يسمى انقصام تعاذلي ينتهي بتكون ماذا؟ أربعة أبواغ ونشير إلى الطاهرة تسمى انقصام اختزالي كل بوغ ينمو ليعطي ماذا؟ يعطي هذا النبات لاحظوا هنا بوغ صغير أعطى النبات الماشيجي الذكري وبوغ أعطى النبات الماشيجي الأنتوي المسؤول عن تكون الأمشاج إذن نشير هنا نبات مشيجي وحادي الصغة الصبغية هذا النبات سميناه مشيجي لأنه ينتج أمشاجاً لاحظوا هذه الأمشاج المشيج الذكري والمشيج الأنتوي هذه الأمشاج يحدث التقاؤها وتعطي لاحظوا خطين تعطي هذه الضيضة نتحدث عن ظاهرة الإخصاب هكذا شكلنا الدورة الصبغية نشير إلى مفتاح على أن هذا الرمز يشير إلى طور أحادي الصغة الصبغية وهذا يشير إلى طور ثنائي الصبغية ولا ننسى طروري إضافة عنوان للرسم التخطيطي نشير هنا أنه عبارة عن رسم تخطيطي للدورة الصبغية لنبات سيلاجينيل ثم نؤطر هذا الرسم الذي حصلنا عليه هذا فيما يخص إنجاز الرسم التخطيطي نحن مطالبين كذلك بماذا؟ لاحظوا على أن السؤال فهو مركب أنجز رسماً تخطيطياً ثم حديد نمط هذه الدورة ونستذكر أننا درسنا ثلاث ألماط إما أحادية الصغة الصبغية إما ثنائية أو أحادية ثنائية الصغة الصبغية نرجع إلى الرسم الذي أنجزناه رسم تخطيطي كم نميز هنا؟ كم من طور؟ لاحظوا أننا مثلنا الطورين معاً الطور الأحادي والطور الثنائي ماذا نقول؟ على أن هذه الدورة تتميز بتعاقب مرحلتين مرحلة ثنائية الصغة الصبغية وهي نبات السلاجينال الذي ينتج أبواغاً ثم المرحلة الثانية والطور الثاني أحادي الصغة الصبغية والممثل في المشيرات بواحد و باثنان إذن نقول أنها دورة نقول أنها دورة أحادية ثنائية الصغة الصبغية نشير هنا على أن الضورة نسجل هنا أنها ضورة أحادية ثنائية الصغة الصبرية إذن إلى هنا أعزائي سنتوقف في التصحيح لنتمي ما تبقى في حصة مقبلة أدعوكم إلى مراجعة دروسكم وكذلك الاشتغال على تمارين السنوات السابقة حاولوا أن تتدربوا على هذه الأنواع من الأسئلة فهي تتكرر دائما ونركز على المهارات فيما يخص للسدلال العلمي من قبل الملاحظة الوصف المقارنة التفسير والاستنتاج إذن حاولوا عزيزي التلاميذ لم يتبقى إذن هناك يفصلون على الامتحان بضعة أسابيع فتشتغلوا لتحصلوا إن شاء الله لكي تجدازونا بنجاح الامتحان الوطني وأتمنى لكم التوفيق وشكرا لتتبعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر